مرحبا بكم طلبتنا العزاء وأهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الكيمياء للصف السادس الفرع التطبيقي عزائنا الطلبة نتواصل إياكم والفصل السابع الكيمياء الصناعية وموضوعنا التآكل هذا هو الجزء الثاني نتواصل إياكم مية التآكل وثيرمو دايناميكية التآكل لقد كان اهتمام علم الثيرمو دايناميك في السنوات العديدة لمعرفة تلقائية التآكل من عدمه من دراسة طاقة قبس دلتا جي حيث يمكن معرفة تلقائية التفاعل من خلال قيمة وإشارة دلتا جي فلو نلاحظ بالفصل الأول قبل ما نبدي بعملية التآكل وتلقائيتها دلتا جي هي طاقة كانت هناك تحتوي على إشارتين الأولى كانت موجبة والثانية كانت سالبة نلاحظ عندما يكون التفاعل موجب أو دلتا جي قيمتها موجبة يكون التفاعل غير تلقائي أما إذا كانت قيمة دلتا جي سالبة فهنا التفاعل يكون تلقائي إذن نلاحظ أعزائنا الطلبة هنا سنحكم على تلقائية التآكل من خلال معرفة قيمة إذا كانت الإشارة سالبة أم كانت الإشارة موجبة فلو نأخذ مثلا تآكل الحديد بوسط حاموري بإضافة حامور أتش سيال فنلاحظ أن الحديد في الحالة الصلبة سيبدأ بالذوبان والتآكل وهنا سنلاحظ بأنه سيتحول إلى الحالة الأيونية بس خلي نكتبه هنا أنا أفضل حتى عندي مكان لمعرفة أنه سيتحول إلى أفئي موجب ثمين طبعا هنا أكيو زائدين أثنيا أليكترون هذا هو الأنود نلاحظ جهد أكستة اللي هو إي طبعا نوت هو أو بوينت أربعة أربعة هنا أنا فولت نخلني هي مهل كيش جهد أكستة لأنه طبعا جهد الأكستة مثل ما معروف هو عكس إشارة جهد الإختزال فإذا منطيني جهد اختزاله فإذا يجب أن يعطى بالسعلب أما التفاعل الكثود وهو نصف الخلية الثاني فهو عندي هنا تحرر غاز الهيدروجين كما أخذناه طبعا بالدرس السابق وهنا سيتكون H2 طبعا بالحالة الغازية فإذا هنا عندي طبعا عندي كان محلول نلاحظ أيضا طبعا هذا جهد قياسي وهنا عندي يساوي أنه جهد الإختزال صفر فولت لاحظنا عزائنا الطلبة في الفصل الثاني كانت هناك عندي علاقة بين بالفصل الرابع العفو عندي علاقة بين جهد الخلية القياسي وطاقة القبص الحرة أو نقول عليها تلقائية التفاعل فنبدي بالقطب الرصف التفاعل الأول وهو الأنود وهو الأكسدة سيكون القانون كالأتي سالب N F فرداي هذه عدد الألكترونات المفقودة وN وF هي فرداي وE نوت بالنسبة للأكسدة وكذلك عندي بنصف الخلية الثاني وهو طبعا كلها قياسية تساوي أنه سالب N F لكن E نوت أيضا للاختزال نلاحظ عزائنا الطلبة بجمع دلتاجي ستساوي أنه دلتاجي أكسدة زائدا دلتاجي عندي اختزال أو طبعا نمثل هذه طبعا الخلية طبعا كلها في الحالة القياسية نلاحظ ممكن نسمي هذه سيال اللي هي الخلية جهد الخلية القياسي فإذا كان طبعا يفضل أن يكون سالبا حتى يصبح التفاعل تلقائي أما إذا طبعا إذا كانت آكل ممكن أن نشيل كلمة السيل بهذه تبقى بس دلتاجي بهذه لو نأخذ المثال المثال يقول احسب الطاقة الحرة القياسية للتفاعل نكتب F E طبعا سيتحول إلى F E موجب 2 زائدا 2 ألكترون منطيني جهد اختزالة اللي هو يساوي أنه سالب 0.44 فلت يريد مني أحسب جهد الخلية وممكن نضيف له نقول له هل يذوب هل يتآكل هل هل الفلز يتحول من الحالة الصالبة إلى الحالة الذائبة أو حالة التآكل نحن لاحظ نطبق الحل نكتب العلاقة أقول له دلتاجي تساوي نسالب N F E نط هذه العلاقة الاعتيادية لكن أنا إذا أريدها للأكسدة فستكون بهذا الشكل نحن منطيلة جهد للاختزال ومحتاجين جهد الأكسدة إذن سنبدل الإشارة فتصبح الإشارة موجبة عدد الألكترونات هي ثمين ألكترون فرداي ستة وتسعين ألف وخمسمية أما ال E فستكون موجبة أو بوينت أربعة أربعة فيصبح الناتج هو طبعا بأسالب يجي هنا أربعة وثمانين ألف وعشرين طبعا هنا هذا بالجول نلاحظ عزائنا الطلبة أنه الإشارة سالبة إذن التفاعل تلقائي وإذن يبدأ فليز الحديد بالتآكل إذن طبعا نلاحظنا بأنه ظاهرة التآكل هي ظاهرة لا يمكن إيقافها أو السيطرة عليها لكن يمكن تثبيتها أو منعها بشكل بسيط لأنه الآن إذن نحن نتعلم موضوع جديد وهو السيطرة على التآكل نلاحظ عزائنا الطيبة إذن يمكن تلخيص بعض القواعد العامة للسيطرة للسيطرة على التآكل نبدأ بالسرة أولا الأول ما نختار هو اختيار اختيار المواد سواء كانت معدنية أو غير معدنية إذن هذا طبعا عند اختياره يجب أن يعتمد على خواصه الكيميائية وكذلك المحيط الموجود فيه وليس على كلفته فقط لذلك يجب أولا مثلا ألف يقول عزل المواد المعدنية عن المعادن الأكثر كثودية زين إذا طبعا كان المعدن بهذه الحالة فعال إذا كان المعدن فعال زين إذا إذا كان عندي مثلا أكثر من معدن نلاحظ إذن يجب عزل المعادن التي قد تكون متجانسة معه وجهود اختزالها تقريبا متساوية هنا يجب إذن يجب أن يكون أن تكون جهود الأكسدة متقاربة و متماثلة إذن لاحظنا إذن عزل المواد المعدنية يجب أن تكون جهود تأكسد أو إذا كان إذن طبعا خاصة إذا يجب أن تكون جهود متماثلة إذا كان المعدن مع معدن آخر غير متجانس معه غير متجانس معه أما إذا كان متجانس فإذن لا نهتم لأنه ما هي يعاني أي شيء إذن هنا ممكن أيضا إذا كان أكو طلاء واقي إذن وجود طلاء واقي إذن فوق المعدن فوق المعدن سيقلل من فرص التحفيز على السطح إذن لاحظنا اختيار المعدن اختيار المواد سواء كان معدنية أو غير معدنية سنلاحظ عزائنا الطلبة عزل المواد المعدنية عن المعادن الأكثر كثودية إذا كان المعدن فعال هذه بالنسبة للنقطة الأولى يجب أن يكون جهود الأكسدة متقاربة ومتماثلة فإذا كان المعدن مع معدن آخر غير متجانس معه وجود طلاء واقي فوق المعدن ليش سيقلل من فرص التحفيز على السطح نجي الثانية طبعا استبعاد الرطوبة خليشوف كيف نستبعد استبعاد الرطوبة إذا كان طبعا موجود في وعاء ممكن نخلي للسيليكا المثبتة ونسميها سابقا الجل السيليكا طبعا هي أماد مساحة السطعية واسعة وقابلة للامتصاص السريع للماء وكذلك إذا كان أيضا نلاحظ إنه إذا كان في محيط معين فيجب استخدام مثبت جل السيليكا عزائنا الطلبة موجودة في حياتنا اليومية من إشراء حقائب أو مثلا لدينا أحذية معينة نلاحظ وجود بالباكية مالتها كيس صغير مكتوب عليه أصلا جل السيليكا هذا يحافظ على المادة الجلدية الموجودة أو الجافة خالية من الرطوبة حتى لا تتأثر بالرطوبة وكذلك حتى الرائحة في بعض الأحيان نجي السيطرة على قيمة البي أتش إذن ثلاثة السيطرة على حامضية وقاعدية اللحظ هنا فمثلا أدنى القزير القزير بي أتش عندما يكون أكثر من ثمانية باينت خمسة اللحظ إنه سيتآكل سريعا إذن عندما يكون يتآكل سريعا عندما يكون بي أتش أكبر من ثمانية باينت خمسة إذن آخر رابعا لدينا تصميم المعدات تصميم المعدات يجب تجنب الزوايا الحادة أو نقاط الارتباط لأنها طبعا المتداخلة مع بعضها البعض لأنها تشكل مناطق ركود لتجمع الأوساخ ونسميها بخلايا التركيز إذن هنا يجب من تكون الزوايا الحادة لأن تجمع عليها الأوساخ فتؤدي إلى سرعة التآكل ما يسمى بخلايا التركيز حتى نلاحظ الحداد من يلحم حدثين مع بعضها البعض تكون زاوية حادة يجيب قاقة سنبادا مما يسمى بالعراقي أو إحنا عندنا مادة جالية بالكيميا يسموها يقوم يحك السطح لتجنب الزاوية الحادة حتى يخليها مستديرة وبالتالي يقلل من تآكل المعادل خامسا النقطة الأخيرة وهي عندما يكون من غير الممكن السيطرة أو تغيير طبيعة الوسط خلينا نكتب هنا حتى نكمل بالحقل الثاني هنا إذن لنبدأ نكتب عندما لا يمكن لا يمكن السيطرة أو تغيير طبيعة وسط التآكل إيش لحن نسوي لحن نستخدم ألف وعندنا أيضا با ألف الأنودات الذوابة خلينا نشوف وبا طبعا عندنا الحماية الكثودية الكثودية نجي الأنودات الذوابة عزائنا الطلبة قبل من نكتب تعرفها هي تصنع من معادن طبعا فعالة كما في السفن حيث تثبت قضبان أو شريط من المغنيسيوم على جوانب السفن وذلك حتى يمنع من التآكل وأيضا عندنا غلايات المنازل نخلي بها أيضا قطع من المغنيسيوم وكذلك عندنا قطع من الكاليسيوم لمنع تآكل محركات السيارات وغيرها نبدي الآن لح نكتب تعريف الأنودات الذوابة هي مواد تصنع تصنع من معاد الفعالة مثل قضبان المغنيسيوم وين المستخدمة طبعا تستخدم في السفن على جوانب السفن المستخدمة على جوانب السفن لحماية هذه بدن السفن من التآكل بدن السفن من التآكل ممكن هذه نخليها رقم واحد ممكن اثنيا نقول إضافة قطع من المغنيسيوم في غلايات المياه إذن إضافة قطع من المغنيسيوم في غلايات غلايات الماء في المنزل المنزل وأخيرا ممكن مثل الكاليسيوم لحماية طبعا قطع من الكاليسيوم لحماية لحماية محركات السيارات إذن هذه هي بارة عن الأنودات الذوابة إذن لحن ناخذ معادن معينة وتكون فعالة لتجنب عملية التآكل إذا لم نستطع أن نفعل هذه الأشياء كلها ونمنع التآكل ممكن أن نلجأ إلى الحماية الكثودية شنية هي الحماية الكثودية هي طريقة تتضمن توجيه تيار يحول المعدن أو المتآكل من كونه أنود إلى كثود إذن لحن نجي نكتب التعريف إذن هي طريقة تتضمن توجيه تيار يحول طبعا المعدن المتآكل من من كونه أنود طبعا طبعا ممكن نقول قطب موجب معروف أنه الأنود هو القطب الموجب في الكيميا طبعا إلى كثود قطب سالب هذا النوع من الحماية خصة له قيمة خاصة ومعينة في الهياكل المتفونة مثل السفن المركونة على جانب الساحل أو خطوط الأنابيب والسفن والخزانات حيث يتم توجيه تيار مباشر من مادة ما مثلا كرافيت أو حديد غني بالسيليكون ممكن يجي السؤال يقول لك عند توجيه تيار مثلا من مادة ما عادة الكرافيت أو حديد غني بالسيليكون ماذا تسمى الطريقة نقول حماية كثودية وذلك بتحويل الأنود المتآكل إلى كثود عدنا آخر موضوع عزائنا الطلبة هو المثبتات قبل ما نبدي بتعريف المثبتات نبدي نقول المثبت يأخذ فكرة عنه أنه يعمل عكس العامل المساعد العامل المساعد عزائنا الطلبة يزيد من سرعات التفاعل لكن ما هو المثبت خلي نعرف المثبت المثبت طبعا لعملية التآكل هو مادة كيميائية طبعا تضاف بكميات قليلة إلى وسط التآكل للحد من سرعة تآكل المعدن إذن المثبت هو مادة كيميائية تضاف بكميات قليلة جدا إلى وسط التآكل للحد من سرعة التفاعل وقلنا إذن عمله هو عكس عمل العامل المساعد ممكن تقسيم المثبتات إلى نوعين إذن طبعا تقسم المثبتات حسب طبيعتها الكيميائية إلى قسمين واحد الأضوية نجي ما هي المثبتات الأضوية هي طبعا خلني نكتب مثبتات الأضوية أفضل المثبتات المثبتات الأضوية نجي مثل من؟ مثل الغرويات الأضوية هنا عدنا تكون طبقة واقية من الامتصاص بالامتصاص في القواعد الأضوية مثل عدنا الأمينات والبردين التي تكون أيونات موجبة حيث ترتبط نفسها من خلال ذرة النيتروجين إلى السطح الكاثودي إذن لاحظ أن المثبتات هي تكون مثل الغرويات الأضوية تكون طبقات واقية بالامتصاص مثل المواد الأضوية القاعدية مثل البردين والأمينات حيث بها ذرة نيتروجين تتحول تلتسق ذرة النيتروجين ترتبط مع السطح فتمنع الكاثودي فتمنع عملية التعاكل ندي أيضا مثبتات غير أضوية لكن هناك عدة أنواع من المثبتات الغير أضوية ندي مثلا ألف سيليكات الصوديو N-A-2-S-I-O-3 نجي هذه شنو فائدتها نضيفها بتراكيز قليلة إلى المحاليل الملحية المنقولة خلال الأنابيب للتقليل من عبلية التعاكل فإذا أكو نضح في الأنابيب سيبين هذا النضح ويسد هذا النضح خلال الأنابيب المدفونة إلى حد كبير أيضا نوع ثاني هو أيضا باء بن زوات الصوديوم C6 H5 COO بن زوات الصوديوم أيضا تستخدم كمثبت عزائنا الطب لتآكل الحديد الصلب كما ممكن عندي نضيف ممكن 0.1% من بنزوات أيضا الصوديوم مع 0.1% من مترات الصوديوم القاعدية يسموه محلول مانع للتجمد إذن محلول مانع للتجمد إذن محلول مانع للتجمد نجي ثم نضيف هيدروكسيد الكاليسيوم قصة في المياه وين العسرة نجي دال هيد روكسيد الكاليسيوم C-A-O-H بايت 2 عفو يعمل أيضا كعامل مثبت عزائنا خاصة أنه كثودي ليش لأنه يرسب C-A كاربونات الكاليسيوم C-A-C-O-3 في المياه الحاوية على العسرة المؤقتة أو C-O-2 الذائب حيث تنجد الدقائق الغروية لكاربونات الكاليسيوم المشحونة طبعا بشحن موجبة إلى مناطق الكاتودية فيسبب ترسبها هناك لمقطع تيار التآكل عزائنا الطلبة نختم درسنا لهذا اليوم مع موضوع التآكل وسنلتقي بكم إن شاء الله في أطلاء والأصباغ شكرا جزيلا لمتمعتكم ترجمة نانسي قنقر 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 ل pillها جزيلا هيا طلب نانسي قنقر الترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر جزيلا تعالى حرج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا